السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة واسأل الله تعالك يا اختفتنا لوردك الشفاء من مرض الزهايمر نسأل الله ان يشافيها سبحان الله العظيم مرض الزهايمر مرض غريب مرض نسيان انسانك يعد انسى كل شيء ويا ما التقيت مع اوناس كبار في السن في السبعين او الثمانين وصيبوا بالزهايمر نسوا حتى اسماءهم واسماء ابنائهم الا شيئا واحدا لا ينسى ابدا وهو القرآن الكريم علاج الزهايمر وقد اكتشفه العلماء وهو ان الانسان يقرأ القرآن كلما قرأ القرآن الكريم يحميه الله تعالى من الزهايمر وان نسي كل شيء لا ينسى كلام الله تعالى فعليكم ايه الاحباب الكرام ان تواضبوا على قراءة القرآن فانه مغدم للداكرة ومقوم للفكر وكتبقى المعلومات الخزان دي المعلومات يبقى طاري اللي يبغي يحافظ على الداكرة ديالو بعد السبعين والثمانين حتى التسعين وتبقى الداكرة صفية شابة قوية ما عليه الا بتلوة القرآن العظيم يحفظه من الزهايمر اللهم يا ربي ام لن لفطن اللهم شافيها وعافيها اللهم ذكرها بكلمة لا اله الا الله ذكرها بعقيدة التوحيد واجعلها يا ربنا من الذين لا خوف عليهم لاحزنون السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة